مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة ملخص الأحوال الجوية المتوقعة طقس غير مستقر فرصة لزخات رعدية من الأمطار بإذن الله وأيضا أجواء مغبرة وارتفاع تركيز الغبار في الأجواء مشاهدين فاصل وانواصل وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة كانت يوم السبت وكذلك الجمعة والخميس تحت كتلة هوائية حارة أو درجات حرارة أعلى من معدل بشكل واضح لكن ستبدأ درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأحد بإذن الله بالانخفاض التدريجي وأيضا راح يكون الانخفاض واضح أنه في هناك كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى بإذن الله راح تسيطر تقريبا على المملكة وبالتالي انخفاض واضح وتدريجي على درجات الحرارة الأحوال الجوية المتوقعة وأيضا الأمطار المتوقعة في الأماكن المختلفة نلاحظ أن بعد عصر هذا اليوم السبت وأيضا يوم الأحد هناك هطولات مختلفة زخات رعدية من الأمطار في أماكن مختلفة من المملكة تركيزها يكون كبيرا في المناطق الجنوبية تكون أكثر غزارة وأكثر شدة قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وأيضا سقوط زخات رعدية من مطر مصحوبة بالبرك والبرد والرايد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول في الأماكن المنخفضة وكذلك يوم الأحد أيضا أجواء انخفاض واضح الحرارة وأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وسقوط زخات رعدية من الأمطار في أماكن مختلفة يوم الاثنين تخف قليلا الأمطار ولكن تبقى الفرصة موجودة خاصة في المناطق البادية الشرقية من المملكة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة درجات الحرارة أعلى من المعتاد دافئة نسبيا لكن الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا سقوط زخات رعدية من المطر والصغرة المتوقعة 20 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الأحد انخفاض واضح على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة حيث تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تسقط زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية وبعض المناطق الأخرى تؤدي إلى ارتفاع من سيوب المياه وجريان السيول الحرارة العظمى بحدود 23 لكن الصغرى 15 تميل الأجواء إلى البرودي يوم الأثنين أجواء غائمة جزئيا تخف شدة الأمطار بشكل واضح وتتناقص الغيوم أيضا ولكن تبقى فرصة بعض الأمطار في المناطق الشرقية الحرارة العظمى بحدود 24 الصغرى بحدود 18 يوم الثلاثاء تشتد حالة عدم الاستقرار مرة أخرى وبالتالي أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع سقوط زخات رعدية من المطر على فترات العظمى بحدود 25 الصغرى بحدود 17 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق المختلفة المناطق الشمالية معظم المناطق الشمالية أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا العظمى في إربة 29 والصغرى 22 عجلون 27-19 جرش 28-19 والمفرق 27 إلى 18 درجة مئوية المنطقة الوسطى أيضا أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا البلقاء 26-18 مأدبة 24-16 عمان 23-15 البحر الميت 35-25 والزرقاء 27-17 نلاحظ هناك انخفاض أيضا ملموس على درجات الحرارة في موضم مناطق المملكة المناطق الجنوبية المطر بيكون أكثر شدة في المناطق الجنوبية بما فيها العقبة الأجواء غائمة زخات رعدية من مطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعيد وأيضا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول في الأودية والأماكن المنخفضة الكرخ 25-17 الطفيلي 25-17 الشراه 23-14 العقبة 32-23 إمعان 24 إلى 17 درجة مئوية المنطقة الشرقية غائمة جزئيا إلى غائمة في فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر خاصة في منطقة تأرويشد وبعض المناطق أيضا في البادية الشرقية وانخفاض على درجات الحرارة الأزرق 26-16 الصفاوي 26-16 أرويشد 28 إلى 15 درجة مئوية مشاهدينا نتمنى للجميع السلامة شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة